ادعى بندقيتك وعمشي جبال النوبة ولا الزور الدارفور يقول لك انت ادعى بندقيتك وعمشي دارفور لا 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 اقتل النامي دولة ال56 ديلة ما سقطت الامور ونبدأ المشي لك وانا جايك هنا للانصلافي قال شنو اندو نقطتين مهمات جدا ورسلهم لسلطان دار مساليتي فطيب ونقطة مهمة جدا اول حاجة يا جماعة رسالتي انا قاد ارسلها من اكتر النشطاء انا ارسل رسالة للجنجويد طبعا لكن الجنجويد طبعا دينه بدين عجر لو شغل ما بصفل مصلحتهم زي تشتغل مام زي ربيضة ماليش لكن تجب ليهم كلمة من مصلحتهم ما بيقبلوه منك ده كده يعني عقليتهم كده عقليتهم كده عقليتهم انا ما اعرف يعطو عقليتهم يعني هم يعني ما اعرف بشر والله ايوانات كلمتم للمرة المليون ونبحتم وقلت لما جماعة ما في قبيلة اسمها جنجويد جزء من ابناء الشمال السفرة سألنهوكم انت وقتلتوا الناس وليه تعري خليل قادين تكتلوا يا اخي تعالوا زي انتصار تقولك المتحق واقيفوا والمجرم منكم اطردوا رفضتوا كله كله رفضتوا كله كله عبيتوا عنه دم الخصاصة والوساخة جاري في دمكم الخيانة والخيابة جاري في دمكم وهذه قادين تنكروا انه ما حصل الاختصار في الخرطوم يقول ان هناك فيديوهات عديدة في كاميرات عديدة بالصوت والصورة في واحد قبضوا ضربوا اندلوا هنا من الدعم السريدة كويس؟ تلقى قاد يختصب والله العظيم اندلوا صورة يعودين قطوا وذكروا عديد يعود اندلوا صورة لكن طبعا احتراما لأخواتي واختراما لأمهاتي واخلاقنا ذاته وديننا ما بسمه لنا انه انا اجيب كلام دفع الله مباشر لكن اندلوا هنا والزورة دائره خلي انا احوله لك اي راجل دائر الكلام انا احوله لك لانه النادر غضب وغضب عديد لانه قدي يختصب النسوان بوحشية طول ما البرهان وطول ما دولة ال 56 دقاط فلنفترض انه الجنجويت ندفع من الخرطوم انا اناقشكم الليلة بالراحة بالمنطق والهجة والبراهين وان باي وان اناقشكم بالراحة بس فلنفترض انه الجنجويت ندفع من الخرطوم سيكون دارفور لسه ودنين الازرق لسه وكردفان لسه وموجودين قاعدين صح؟ طيب البحثة شنو؟ البحثة نفس الحلقة المفرقة عن احنا لكون فيها العان السلح بكون احنا في يدنا ونجي نشرد على بكره ابيم ندق بجداد بغنمهم هم ذات الجنجويد يكونوا دورة ضهية ويبلغوا للأمم المتحدة بأنهم ذاتهم سيصل لهم عبادة جماعية فنفس الحلقة والدوام المفرقة طيب يا أحمد يا أخي الجنجويد الفعلوا وفعلوا ما ندقهم لا ندقهم أنا ما أقول لك ما ندقهم لكن الدكمة كذا لو درين ننتهي من الجنجويد لو ما انتهينا من الكيزان وانتهينا من البيتات الحاكمة ما أملنا حاجة لو كلنا استنفرنا وشيننا السلاح برضو ما أملنا حاجة ما ندق الجنجويد بأمهاتهم بجدادهم بغنمهم فيهم سودانيين وفيهم مع سودانيين السودانيين برفو شكوى للأولم ويكونوا نازحين ومترصدين لنا قاعدين لنا يعني إذا كاننا عندما ندقنا صف والجنجويد انتهينا منه وطرتنا وطرتنا وخشة تشعة وخشة ناجر خشة نظفنا البلد من الجنجويد لو جينا ديرنا قارب الحجة والمنطق والبراهيم مع الشمالين ما بابلونا بقول لك لا لا طوالي بمشي بجيبوا الجنجويد ديرك تاني ركز تمام كنابدة خطة حلقة خاطنة الجنجويد هم جزء من أبناء الشمال السفر هم الجنجويد بمشي بجيبوهم سعدهم تاني زينا نحن وانا سكرنا 20 سنة في المسكرة بسلهم بقول لك الناد دقوكم وكذا تعال أفضغهم يعني أنا بعد أموت وحبوبتي وحبوبتي موت الدوام والحلقة المفرغة بقول لهم هم الأصدر الشمالين ما دايرنا التغيير ما دايرنا أن المشاركة بتاع السلطة ما دايرنا الاستغرار عشان كذا البلد مقبلة للرواندة وحس الناس المسجلين لأن كانوا الوصف بيوت الناس وكانوا مع الجنجويد والمساهمين معه دير حتنظفهم معناته أقل حاجة مليون شخص إنت دير تحفر لك عفرة أو سجن تدخل فيه مليون شخص يعني فيه كتل وفيه قطع وفيه ضرق وفيه صحق بالكهرباء يعني جايم جنجويد جايم بلى 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 كبير جدا والجنجويد زعته والبرهان بقول لك أنه نديرنا نشير الجنجويد مننظفه من الواحد هذا إنت ما ممكن تنظف تبدل مليشة بمليشة الآن والله والله على ما أقول شهيد وأقسم بالله الذي رفع السماب العمد والتسجيل موجود وجبت لكم والجنجويد اللي اتصل عليه وسجلت لك كلامه والرانب النص والناس في نيال عارفين الكلام من زمن موسى هلال يبت لكم التسجيل حقه بتاعة ليبيا الآن وقصم بالله سلاسة موسى هلال الآن مجند المرهان يعني ذلك يبدل المليشة بين المليشة وأنا لو كذاب لو صادق أبو رحف أمشو أسألوه إن شاء الله يصدقكم لو هو صادق لو هو صادق أبو رحف لأنه أبو رحف كان بتصل لي وأنا اتأحد معه إنه كلام بتاعة رجال لا يمكن أسجله مقالمة صوتية لأبو رحف أنا نعم قلت شوف أنا لو حتى اختلفت معك أنا راجل واترجال لا أسجل لك مقالمة صوتية لأنه أنت مشهود لك أنك راجل واترجال واشتغلت ولله لكن أنا شخصيا لا أسجل لك مقالمة صوتية لأبو رحف وأسألوه لو صادق وإن دين وخاف الله ويتحسب يوم القيامة أسأل أبو رحف عدير قال لي يا أخي نحن متأثفين جدا أنه دعمنا لأبو قرون وموسى حلال دعم أبو قرون وموسى حلال لأبو قرون هم ناس الصوح لكي يدقوا لهم وكلام حصل بإنتصيق لكي أبد الواحد اتفق معه لكي يجلب بريدة بيروق سلم ومناطق في الارفوع ويجلب من من هنا من من اسمه من ليبيا لكي يجلب هذه السجاة ويجلب قسم الله ثلاثة على ما قول الشهيد ويجلب بالتصور لي العلاف لكن هناك ممكن أن الناس يستخدمون في البلد لا يمكن أن أسجل لهم ومسوطي لكي أثبت لكم أنه قال وقال لكن أبو أسأل لكي أصدق 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 ويجلب هذا الكلام حقيقي حسن لكي أصدق لكي أصدق لكي أصدق شاهد جزء من أبناء الشمال السفل الملاعين الملاعين فطول ما هما سقطوا من السلطة والله العظيم سترق خير بكرا سنسلح واندق الجنجويت وانفجغ وانجي نطالب بحقوقنا تعالي يجيب الجنجويت يسلوه ويسلوه والكلام قاله بالنص من عطمة لسانه قال انحنا انحنا ذكروني يا جماعة عليك اللفظ ولا يضرب لكي أصدق لكي أصدق هذا الفيديو لا يمكن كل يوم أقول الكيك ولا أصدق أصدق عديل قال يا أخي انحنا انحنا قال انحنا كان الجنجويت لبرنامج 1 2 3 والكلام انتم ما وفيت الشرط انحنا الجنجويت لكي سلوه ودراع الشمال اسمه ودراع السودان كان جنده ضد الحركات المسلح والحركات المسلح لم يضرب يعني قال لي كما كود أو المهم حتى الخلاف في النهاية انضم مع الجنجويت واستنكر كل الاقتصاب والقتل والقمع والتشريط بالأبن عشيمال استنكر تماما وقال عديد بالنص قال يا أخي لو كان الزلد كان تشادي ما كان بجنائب رئيس الجمهورية في المجلس السياد استنكر انا لا استنكر الكلام انا استنكر انه ما حصل اختصر الشمال مستحيل لكن انا حبشت البرهان مثل الكلاب بتاتر الواحد لابن احبش سيد بجنط الله اركب كله اتو كشمال لما ادق البرهان مع شخصية اما انت ما تسكت تجي ترد لي بالتعليقات بقول لكم كلوا كلوا بعض اتو جبتو اتو قدتو دقوا الاب الاب ان احنا قلنا لكم دق العربي بالعربي انا انا قدتو في live اجيب هنا تاني بسي بسي حاجة قدتو انا انكر راجل اقول اتاني اكرر لك انا 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 من井 او لابد ان ارسم لان اكتو انا انا انتو راض انتو 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 تنبذ اذا شخصية عامة اي اال اي او اشتغل فالإنصراف كالشو مفيد الكلام ده طيب والله أجد أبو رحف أنا لا يمكن أسجل لأبو رحف مقالبة لأنه رجل وترجال وراجل وشتغل طيب طيب أسمو الإنصراف هنا كالشو أسموه الإنصراف كالشو موسيقى كده واضح أصر ما أصروا في أكبره ليه؟ عارف إنه الأكبره ليه؟ 1 2 3 كده ويتخالد داري مش هناك حيثوه كل المزارات بعدها التجار الرجال الأعمال المنينة داري شوف بعينه يقول له دهر ديك ودهر ديك ودهر ديك أول نبع أعمل ما تمرد إحنا طبعا داريناك تتمرد أعملناك إحنا داريناك تتمرد أصلا ما عندك ما عندك إيه غيمة أنا دارك تتمرد وما باقي عليك تمام؟ من ناوي ده أنا داري تمرد عليك فده ده مؤشر كويس طبعا مؤشر كويس ده مؤشر كويس إنه الإدارات اللحنية في يعني مثلا سلطان المساليد يا سيد الكريم إنت قاعد تسوي شون بورتسدان كان في مصر في رئلة علاجية وجاء نزل في بورتسدان لقد ترك عمل المخاطبة أسيد سلطان بها المساليد ياخي إنت عندك ولقد ضباحوه ومثلوا جثته إنت شايف الناس بتستنفر من أقصى الشارق وأقصى الجنوب وأقصى الشمال عشان تمشي تحصل الدعم السريع في دارفور كل الجباهل استنفرت ودخلت للحاميات العسكرية زي اللي نجحسي ما تأمنت مع القوات المسلحة أمنواها أولاد دارفور لكن سلطان المساليد باعت في بورتسدان بساوف تعلن الاستنفار والتعبية العامة إنت قلت ضد الدعم السريع ومواقف مع القوات المسلحة أعلن الاستنفار لازم الدعم السريع يتحاصر في أي حتة شوف التعليمات كيف شوف الشمال الواطئ ده بدك تعليمات كيف زي الإسحال طبعا أي عربي مستعرب زي الإسحال ما بزبر ما بزبر ولا يومين نحن مختلفين ما قلنا حصل خير وبركة السلاحة يتحاصره لا يتحاصره من أبو برهان أو بيت أبو أمه أو بيتان هذه المؤسسة والشعب السوداني كله فات هنا قلنا خير وبركة ما قلنا نتكلم في السلطان إننا في ورائلك ما قلنا نتكلم خلاص قلنا خلاص خير وبركة عشر يوم مالكة يحدث فيه يقول له يا أخي يريد تعليمات يقول له التهارس ماذا؟ كل برهان يتحاصره أميس فاط وقعت معه على تجنيد ذاته يحتاج كم تجنيد أقل حاجة لتخرج عسكري دار له ستة شهر وعلى حاجة تعالله دار له ستة شهر سنة سنة حتى الناس يأتي معك في المعارض هل أنت تتكلم الحرب هل أن تنتهي الليلة أو بكرة؟ شوفوا 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 هل أنت تعليمات كيف هي جماعة؟ شوفوا شوفوا شوفوا